الأمر الآخر إخواني وأخواتي بالنسبة للمصلي إذا جاء ليقف في الصلاة يقف بحيث ينصب جسمه على عقبيه ينصب جسمه على عقبيه ويقف مثل هذه الوقفة التي تشاهدونني الآن كيف أن أصابع قدمي إلى القبلة وأنني جعلت رجلي اليمنى مع رجلي اليسرى باعتدال مع الجسم بحيث أن الجسم كله ينصب على القدمين ولذلك يصلي الإنسان بشكل مريح جدا على خلاف ما يفعله بعض الناس من المخالفات منها مثلا بعض الناس هكذا يصلي بحيث أنه يباعد بين قدميه هذا غلط هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس من يجمع قدميه بهذه الصورة لاحظتم كيف؟ هكذا يجمع قدميه هذا أيضا خطأ الصحيح هكذا لاحظ حتى حركة الجسم مرتاحة جدا أو وضع الجسم مرتاح لأنه منصب على العقبين منصب على عقبي القدمين أيضا في قضية الأصابع الأصابع تكون إلى جهة القبلة تجد بعض الناس وهذا قد يكون من حرص لكنه حرص زائد يريد السنة لكن يخطئ ماذا يفعل؟ هكذا يفعل لاحظتم كيف؟ يصلي هكذا يجعل قدميه هكذا وهذا خطأ إلا إذا كان عنده مثلا مشكلة في قدميه عنده العوجاج في قدميه هذه مسألة ما نتحدث عنه لكن أن يتعمد هذا ظن أن الناس سنة فهذا خطأ أو بعض الناس يصلي هكذا بحيث أنه يفرج يعني يبعد أصابعه إلى غير القبلة وهذا أيضا خطأ إذا اعتقد بأن هذا من السنة أما إذا كان عنده عيب خلقي مثلا أو مثلا عنده مشكلة في القدمين هذه مسألة ثانية لكن الأصل أنك إذا وقفت تقف هكذا بحيث أنك تقف بشكل مريح ومعتدل وتجعل جسمك ينصب إلى على العقبين هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقوفه في الصلاة